أعربت مصر عن بالغ إدانتها لموصلة قوات الحوثي هجماتها باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي كان آخرها استهداف مطار أبهى الدولي اليوم بطائرة مسيرة نجحت الدفاعات السعودية في تدميرها وفي بيان للخارجية جددت مصر رفضها التام لهذه الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تمثل تهديدا صريحا لأمن واستقرار السعودية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي فضلا عما تشكله من تقويد لحرية الملاحة الجوية وسلامة المدنيين كما أكدت مصر مجددا على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية شقيقة فيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ترجمة نانسي قنقر